اشتركوا في القناة في الفترة الحالية وبنتيجة هذه الأحداث ولكن المخاطر السياسية سواء كانت كتالونيا وهذه المخاطر المرتبطة بالانقسام وتفكك الاتحاد الأوروبي المخاطر السياسية التي تحيط بمنطقة اليورو رأيناها سابقا مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورأينا الآثار أو المدى السلبي الذي ممكن أن تضعه على منطقة اليورو ورأينا أن المتضرر يكون المنفصل وليس للكتلة بشكل أكبر طبعا أعتقد إلى درجة كبيرة اليورو ومنطقة اليورو مرتبطة حاليا بتغير في السياسات النقدية أكثر منها في السياسات المالية أو في المخاوف السياسية الأخرى الانفصالية وغير ذلك بالتالي ماريو دراقي والبنك المركزي الأوروبي وما يأتون به من تغيرات في السياسة النقدية هو المؤثر الأكبر على منطقة اليورو حاليا وعلى عملة الأوروبية الموحدة بالتالي ننتظر أي حديث لماريو دراقي أو تصريحات المركز الأوروبي بلا شك سوف تدفع اليورو مجتدا للارتفاع لأنه سيكون تقليص في برنامج التيسير النقدية نعم في ظل ترقب الأسواق لخطاب جانت ييلن يوم غد الأربعة هل تتوقع أي إشارات جديدة حول تأكيد رفع الفائدة في شهر ديسمبر المقبل؟ طبعا الإشارات كثرت وحضينا بحديث لجانت ييلن خلال الأسبوع الماضي وأيضا محتوى اجتماع الفيدرال الأمريكي الأخير إضافة إلى الرئيس المتوقع الجديد الفيدرال الأمريكي والذي ينادي أيضا بتشديد أسرع في وطيرة رفع أسعار الفائدة كل العوامل تصب في مصلحة رفع أسعار الفائدة وبالتالي احتماليتها قفزت لما فوق مستويات 90% أن يكون الرفع خلال هذا العام في شهر ديسمبر ولكن الأنظار أعتقد الآن نحو مدى سرعة الرفع خلال الفترة القادمة خلال عام 2018 ذلك ما سنركز عليه بصورة أكبر أيضا فيما يتعلق ببيانات التضخم هل سوف تكون تحت المجهر هل سوف يكون هناك عودة للتباطئ في بيانات التضخم وبالتالي يضغط ذلك على قرار الفيدرال الأمريكي بلا شك نعم في ظل جميع ذلك كيف تقيم أداء الدولار الأمريكي وأيضا برأيك ما العوامل التي ستحدد أداء الفترة المقبلة حقيقة يعني الدولار الأمريكي استفاد كثيرا عاد مجددا للأرتفاع مع هالخسائر السابقة عاد إلى مؤشر إلى مستويات تقريبا لأربعة وتسعين كمؤشر للدولار الأمريكي أمام السلام من العملات ويستفيد من كل ما يعطيه الفيدرال الأمريكي من تلميحات وتصريحات بأن هناك رفع لأسعار الفائدة بلا شك المتغيرات كتفجيرات لاس فيغس وغير ذلك أثرت بعض الشيء على المعنويات وعلى أداء الدولار الأمريكي لكن لا يزال هناك تماسك في مؤشر الدولار الأمريكي مدعوما بتغيرات سياسة نقدية وتشديد سياسة نقدية ورفع سعار الفائدة نعم أيضا تفسيرك لضغوط الحد الذي يعاني من هذا الذهب حاليا طبعا الذهب تراجعه هو وجود الفرصة البديلة ووجود الفرصة الاستثمارية لدى المستثمرين والمستثمرين إجمالا حاليا يرون أن هناك استثمارات أو رغبة في تحمل الاستثمارات المخاطرة الأعلى بالمقارنة مع الذهب كملاذ آمن وأيضا يعني نرى ضغط قوة الدولار الأمريكي يفرض ذلك على السلع المقيمة بالدولار الأمريكي وعلى رأسها الذهب هذه التراجعات اللي عم نشهدها حاليا وممكن أن توصل تراجعات الذهب إلى مستويات أكبر نحو مستويات 1220 دولار للأنصة إذا بقينا بهذا الزخم وبهذه الوطيرة بالتراجع نعم كيف تقيم أسعار النفط؟ حقيقة هناك نوع من التماسك في أسعار النفط حول مستويات 50 دولار للبرميل تقريبا تماسك أسعار النفط مرده إلى الالتزام الكبير باتفاقية تجميد الإنتاج وتخفيض الإنتاج أيضا طبعا هذا هو الداعم الحقيقي على أرض الواقع لأسعار النفط للارتفاع فغير ذلك نرى أيضا إمكانية أن يكون هناك ارتفاع في الطلب في الفترة القادمة قد يدعم أسعار النفط لكن إذا ما تسلقت أسعار النفط عودة مجددا WTI فوق 52 دولار للبرميل لا نقول أن هناك استقرار واستدامة وتوازن في السوق فوقها قريب من مستويات 50 دولار للبرميل قد يكون هناك عودة إلى 47 دولار للبرميل نعم سيد رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في كيتي جروب شكرا جزيلا لك 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 اشتركوا في القناة